أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على بدل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون مع تونس على شتى الأصعدة جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة السعودية الرياضة وفي لقاء آخر مع رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان شدد الرئيس السيسي على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا وذوليا في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان في اليوم الثاني من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة السعودية الرياض لحضور القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بالرياض التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة الرياض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس متمنيا سيادته كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي الشقيق كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة الرياض اللقاء شهد تبادل وجهة النظر بين الجانبين حول مجمل العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين